القليل جداً من الأجانب لديهم عمل بدوام كامل أهم وسيلة لإدخال اللاجئين إلى سوق العمل هو البرنامج التمهيدي وهو دورة في اللغة النرويجية وعلم الاجتماع لمدة عامين الهدف هو أن يحصل 70% على عمل أو مقد تعليمي بعد سنة من الانتهاء من الدورة في ظاهري أننا قريبون من بلوغ الهدف لكن فقط 19% من من يعمل يعمل أقل من 10 ساعات في الأسبوع مركز روسنهوف لتعليم الكباري في أوسلو هم لاجئون ويعلمون أن تعلم النرويجية هو المفتاح للاعتماد على أنفسهم في النرويج لذا يشارك اللاجئون في برنامج تمهيدي لمدة عامين لتعلم النرويجية وعلم الاجتماع الموضوع اليوم هو حرية التعبير تهديدات وجهة نظر لا 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 يهدد ويخيف تهديد يخيف صحيح تمام إلا أن إحصائية جديدة من مكتب الإحصاء المركزي تبين أن الحكومة لا تحقق الهدف والذي هو إدخال 70% من المشاركين إلى العمل أو التعليم بعد سنة فقط 6 من 10 يحصلون على عمل أو تعليم بعد 5 سنوات من البرنامج لكن كم ساعة في الأسبوع يعملون؟ فقط 46% حصلوا على عقد بعمل 30 ساعة أو أكثر في الأسبوع النسبة الأدنى هنا النساء الصومليات فقط 4% حصلنا على عمل أكثر من 30 ساعة ثم تفروق كبيرة البعض يعملوا القليل والبعض يقتربوا من العمل العادي لذا فبينما يعملوا 19% أقل من 10 ساعات يعملوا 46% أكثر من 30 ساعة عدم عمل الكثيرين بدوام كامل يعني أن الحاجة للمساعدة الاجتماعية ستكون كبيرة لسنوات كثيرة هي أتت من سوريا قبل 30 سنوات هو أيضا أتى من سوريا في نفس الوقت وهما يعلمان أنه من الصعب الحصول على عمل تقدمت بأكثر من 100 طلب إلى محلات مختلفة للعمل كعامل في محل حتى الآن لم أحظى بمقابلة واحدة هو يريد أن يبدأ بالعمل على الفور على المرء اللا ييأس يحبت